شراب الحب يعرف بالمذاقي وما كل السقات له بساقي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم وبارك على سيد المرسلين نحمدك ربي أبلغ حمد وأسكاه وأشمله وأنماه ونصلي ونسلم على رسول الله أيها الأحباب معنا في هذه الحلقة قصة متميزة ترق لها القلوب وتتعلق بها الأفئدة يروي عبد الله بن معمر القيسي قال حججت ذات سنة فأتيت مسجد المدينة لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبين أنا بين القبر والمنبر إذ بي أسمع أنين فأصغيت إليه فإذا هو يقول أجاك نوح حمائم السدري أهجن منك بلابل الصدري أم عز نومك ذكر غانية أهدت إليك وساوس الفكري يا ليلة طالت على دنف يشك السهاد وقلة الصبر أسلمت من تهوى لحر جوا متوقد كتوقد الجمر فالبدر يشهد أنني كلف مغرم بحب شبيهة البدر ما كنت أحسبني أهيم بها حتى بليت وكنت لا أدري عبد الله بن محمر القيسي كان جالس في الروضة وهذا الصوت الشجي جاءه من داخل المسجد لا يدري بالضبط من أين جاء قال فبحثت عن الصوت فلم أجد ولم يلبث إلا قليلا حتى عاود قائلا أجاك من ريا خيال زائر والليل مسود الذوائب عاكر واغتال مهجتك الهوى برصيسه واهتاج مقلتك الخيال الزائر نادي طريا والظلام كأنه يم طلاطم فيه موج زاخر والبدر يسري في السماء كأنه ملك ترجل والنجوم عساكر وترى به الجوزاء ترقص في الدجا رقص الحبيب علىه سكر ظاهر يا ليل طلط على محب ما له غير الصباح مؤانس ومؤازر فأجابني متحت فأنفك واعلم أن الهوى لهو الهوان الحاضر يقول عبد الله بن معمر القيسي فمشيت حين ابتدائه بالأبيت فما إن أتم هذه النفحة حتى بلغته فسلمت فأحسن إلي الرد وقال لي هل لك من حاجة قلت بلى قال وماهي قال يا ابن أخي كنت بالروضة فما راعني إلا صوتك فبنفسي أفديك فما الذي تجد فقال له الفتى وكان مقتبل العمر قد حفرت الدموع أخديد على خديه فقال له الفتى اجلس فجلس عبد الله بن معمر القيسي فقال من أنت قال أنا عبد الله بن معمر القيسي قال وأنا عتب بن الحباب بن المندر بن الجموح الأنصري من ابناء الصحابة قال غدوت ذات يوم إلى مسجد الأحزاب فصليت الظهر ثم انزويت غير بعيد فإذا بنسوة يتهادين مثل القطى يقبلن نحوي وكانت فيهن جارية كاملة الملاحة رشيقة القوام ممشوقة القد فوقفت علي وقالت يا عتبة ما تقول في من تطلب وصلك ثم ذهبت فلم أقف لها أثرا ولم أدري لها خبرا ومنذ ذلك الحين وأنا أقلب المواجع وأعيش مرارة الدنيا وأجد في نفسي من الحزن ما الله عالم به وبحثت عنها في كل مكان فلم أجدها فعجب عبد الله بن معمر القيسي أن يجد هذه الفتوة على هذا القدر من الرق ولم يكد هذا الشاب يروي هذه القصة حتى أغمي عليه فعالجه عبد الله بن معمر القيسي حتى أفق فكان وجنتيه كأنما قد صبغة بورس باللون الأحمر ثم أنشأ يقول أراكم بقلبي من بلاد بعيدة فيا هل تروني بالفؤاد على بعدي فؤادي وعيني يأسفان عليكم وعندكم روحي وذكركم عندي ولست ألد العيش حتى أراكم ولو كنتم في الفردوس من جنة الخل فقال له عبد الله بن معمر القيسي اتق الله يا ابن أخي واصبر فأمامك هول المطلع فقال ما أنا بسالي حتى أو ما أنا بسال حتى يؤوب القارضان فقال قم بنا إلى مسجد الأحزاب فلعل الله أن يفرج كربك فقال الفتى لعله أن يكون ببركة طاعتك فالتساير حتى بلغ مسجد الأحزاب فصلي الظهر ثم انزوى في المكان الذي انزوى فيه عتبة فإذا بالنسوة يتهدين فأقبلنا نحو عتبة وقلنا يا عتبة ما قولك في كسفة بالك وطالبة وصلك فقال وما بها فقلنا أخذها أبوها وارتحل بها إلى أرض السماوة فقال عبد الله بن معمر القيسي للنسوة ومن تكون قلنا له إنها رية بنت الغطريف السلمي من قبيلة سليم فرفع عتبة رأسه وقال خليلي رية قد أجد بكورها وسارت إلى أرض السماوة عيرها خليلي إني قد عشيت من البكى فهل عند غيري مقلة أستعيرها يا للظفرة فرثينا لحاله وأشفقنا عليه ومضينا لحاله فقال له عبد الله بن معمر القيسي يا ابن أخي لقد وردت بمال وفير أريد به أهل الستر فلا أبذلنه بين يديك حتى تنال الرضا وفوق الرضا فقم بنا إلى مسجد الأنصار فتساير إلى مسجد الأنصار فطلع على ملأ منهم فسلم فأحسن له الرد فقال أيها الملأ ما تقولون في عتبة وأبيه قالوا من سادات العرب قال فإنه قد رمي بداهية الهوى ولا أريد منكم إلا المساعدة إلى أرض السماوة فقالوا سمعا وطاعة ولباه الأنصار أو لبى الأنصار نداءه هذا وركب القوم إلى أرض السماوة حتى لم تبق بينهم وبين أرض السماوة إلا مرحلة فخرج الغطريف السلمي للقائهم بعد أن علم بأمرهم فرحب بهم فقالوا إن لك أضياف فقال نزلتم أهلا وحللتم سهلا فأمر الغلمان فوضعوا الأنطاع والنمارق وذبحوا الدبائح فقال القوم والله لسنا بضائق طعامك حتى تقضي حاجتنا قال وما حاجتكم فقالوا جئنا نخطب كريمتك فلانة لعتب بن الحباب بن المندر فقال إن الذي تخطبونها أمرها لنفسها فسأدخل عليها أشاورها فدخل على ابنته مغضبا فلما رأت الغضب على وجهه قالت يا أبتي ما لأرى الغضب يعتلي وجهك قال قد وفد قوم من الأنصار يخطبونك فقالت قوم كرام دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والبنت تعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار فقالت لمن الخطبة منهم قال لعتب بن الحباب بن المندر قالت والله لقد علمت أن عتب هذا يوفي إذا وعد ويدرك إذا قصد قال ولكنني أقسمت ألا أزوجكي له وقد نبى إلي حديثك إليه فقالت والله يا أبتي ما كان ذلك ولكن إن أردت فأحسن لهم الرد فإن الأنصار قوم لا يساء إليهم فقالت وكيف ذلك قالت فاخرج فغالهم المهر فإن الأنصار قوم لا يحبون المغلات في المهور فإذا غاليت المهر انصرفوا عنك ورجعوا فقال نعم الرأي فخرج إلى القوم فقال إن فتاة الحي قد وافقت ولكني أريد لها مهر المثل فمن القائم به؟ قال عبد الله بن معمر القيسي أنا فقل ما شئت فقال أريد ألف مثقال من الذهب ومائة ثوب من الأبراد وسبعة أكرش من العنبر فقال له عبد الله بن معمر القيسي لك ذلك وأنفذ قوما من الأنصار ليحضروا للغطريف ما طلب وقال هل أجبت؟ قال نعم فقال عبد الله أقمنا على ذلك ثلاثة أيام وأقمنا وليمة كبيرة فقال لنا الغطريف بعد ثلاثة أيام إن صرفوا مصاحبين ونحن في طريق عودتنا إلى المدينة لم يبق بيننا وبين المدينة إلا مرحلة واحدة فغار علينا قوم يقول عبد الله أحسبهم قبيلة سليم لأن الغطريف السلم قد جهز ابنته بعد أن أركبها هودجا جميلا أنيقا جهزها بمئة راحلة فيها المتاع والهدايا فوثب إليهم عتبة عتبة هذا القلب الرقيق يحمل هذا الساعد الذي يغلد على القوم فوثب إليهم عتبة فردهم فقتل منهم وجرح وردهم عنا هكذا يقول عبد الله ابن معمر وردهم عنا ورجع إلينا وفي جسده جرح يفيض دما فانكفأ على نفسه وسقط ميتا فقلنا ويعتبته فسمعت المرأة نعين له فقفزت من على الهودج وصرخت صرخة عظيمة ثم أنشأت تقول تصبرت لا أني صبرت وإنما أعلل نفسي أنها بك لاحقة فلو أنصفت روحي لكانت إلى الردى أمامك من دون البرية سابقة فما أحد بعدي وبعدك منصف خليل ولا نفس لنفس موافقة ثم شهقت شهقة فماتت يقول عبد الله فاحتفرنا لهم قبرا واحدا فدفناهما فيه ولبثت في المدينة سنين سبع ثم خرجت إلى الحجاز وفي طريق عودتي قلت والله لأعرجنا إلى قبر عتبة وزوجه فعرج إلى القبر فإذا به قد نبتت عليه شجرة عظيمة ورفة الظلال علقت عليها عصائب سفر وحمر فسأل الحي أو أهل الحي فقالوا هذه الشجرة نسميها شجرة العروسين لأن عتبة وعروسه قد دفن تحت هذه الشجرة هذه القصة قد لا يمتد إليها خيال السينما الحديث كانت من واقع المجتمع الذي نتهمه أنه لا يحسن فن صناعة الحياة فهل سنعتبر نسأل الله العافية إلى حلقة قادمة سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته شراب الحب يعرف بالمذاق وما كل السقاط له بساقي